ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الاجتماع السادس لمجلس إدارة الاتحاد والذي عقد بحضور معظم أعضاء مجلس الإدارة وفي بداية الاجتماع أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن دعم ومؤازرة ومتابعة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لألعاب القوى يدفعنا لتحقيق المزيد من الإنجازات معربا عن فخره واعتزازه ومهنئا سموه جميع لعبي المنتخبات الوطنية على الإنجاز الذي حققوه في البطولة العربية الثامنة عشر للرجال والسيدات التي استضافتها الدوحة خلال الفترة من الحادي والعشرين لغاية الرابع والعشرين من الشهر الماضي بعد أن حققوا المركز الثالثة في المجموع العام إثر حصولهم على اثنتين وعشرين ميدالية بينها خمس ميداليات ذهبية وعشر ميداليات فضية وسبع ميداليات برونزية وأعرب سموه عن خالص شكره وتقديره للأبطال الذين شرفوا المملكة خير تشريف كما هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عضو مجلس الإدارة رقية الغسرة بمناسبة فوزها بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية ورئاسة لجنة اللاعبين التابعة للجنة وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة دعمه ومساندته لترشح أمين سر الاتحاد عبد الحكيم الشنو لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية في الانتخابات التي ستجري في الحادي عشر من يونيو الجاريين